في أحد الأيام وقبل صلاة المغرب جاءت سيارة مسرعة سرعة جنونية وصدمت شاباً كان يمشي في الطريق أمام باب وكالة سيارات وتوفي في الحال وتمكن السائق من الهرب ولكن الشرطة تتمكنت من إلقاء القبض عليه في نفس اليوم وعند البحث في الأوراق التي كانت بحوزة الشاب المتوفي تبين أنه كان قادماً للبحث عن عمل في وكالة السيارات التي توفي أمامها ونقل هذا المتوفى إلى إحدى المستشفيات وحفظ في ثلاجة ومضى أسبوعان ولم يسأل عنه أحد فاتصل ضابط تقي بهاتف منزل المتوفي الذي وجده خلال الأوراق التي كانت بحوزته فردت عليه سيدة شابة فسألها أين فلان؟ قالت أنا زوجته وهو غير موجود لقد خرج منذ أسبوعين للبحث عن عمل ولا نعلم عنه شيئاً وأنا وأطفال الاثنين ننتظر عودته بدأ الضابط يفكر في أمرها وكيف يبلغها بأمر زوجها وبعد يومين اتصل بها وأبلغها بالأمر فحزنت حزناً شديداً وبكت ثم طلب منها أن ترسل أي أحد من الأقارب حتى يتابع القضية فأبلغته بأنه لا يوجد لهم أقارب فتابع الضابط موضوع هذه الأرملة بنفسه حتى دفن الشاب وحكمت المحكمة على السائق بدفع الدية للأرملة فأخذ هذا السائق يماطل بالدفع ويقول إنني لا أملك شيئاً ولا أستطيع الدفع لها واستطاع أن يحضر صك إعسار من إحدى المحاكم بشهادة اثنين وطويت القضية على أنه معصر وسيتم سداده لهذه الأرملة عندما تتحسن حالته المادية وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ فأخذت الأرملة تدعو الله أن ينتقم منه إذا كان كاذبا وظل الضابط يجمع للأرملة وابنيها بعض النقود ويعطيها إياها ويدلها على بعض الجمعيات الخيرية ومرت الأيام وبعد نصف عام بالضبط من الحادث الأول كان هذا الضابط التقي منوبا في المساء وإذا بمكالمة هاتفية تأتي إلى الشرطة فيرد هو عليها وإذا بخبر حادث سيارة أمام نفس وكالة السيارات فذهب إلى موقع الحادث للتحقيق فيه فوجد أن سيارة قبل المغرب صدمت رجلا ومات في الحال وبعد البحث عن الأوراق التي بحوزته كانت المفاجأة المذهلة التي تيقن الضابط من خلالها أنه لا شيء يضيع عند رب الأرباب قد تبين له بأن الرجل المتوفى هو نفس الشخص الذي عمل الحادث مع الشاب مات في نفس المكان ونفس الموعد بعد نصف عام من الحادث الأول ومما زاد من المفاجأة أن المتوفي في الحادث جاء يمشي للدخول إلى وكالة السيارات ومعه شيك ليدفعه للوكالة لشراء سيارة جديدة له بينما الشاب الأول كان في الطريق للبحث عن عمل ذهب الضابط إلى القاضي الذي سيتولى الحكم بموضوع هذا الرجل وأخبره بما كان من الرجل المتوفي الثاني وعدم دفعه الدية لأرملة المتوفي الأول وعندما طلب القاضي الدية من صاحب السيارة الذي صدم الرجل الثاني قام بدفعها سريعا وحكم القاضي بأن تكون هذه الدية من نصيب أرملة الشاب الذي ظلمها هذا الميت فحمد الضابط ربه وكذلك فعلت الأرملة الشابة التي علمت تماما أن دعوة المظلوم مستجابة وأن الله يمهل ولا يهمل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام هذه قصة حقيقية أشبه بالخيال تقشعر لها الأبدان فلقد استيقظ السلطان سليمان القانون من النوم فزع مما رآه في منامه فنادى على حرس من حراسه المقربين وقال له جهز لنا الخيل سوف نخرج اليوم متنكرين لنرى شؤون الناس عن قرب وبعد أن خرج هو وحارسه فقط مر من أمام جثة رجل ملقات في أحد الشوارع ولا أحد من الناس يقترب منها فسأل السلطان بعض الناس جثة من هذه فقال له إنها جثة رجل زان وشارب للخمر وليس عنده أولاد أو أهل غير زوجته ولا أحد من الناس يقبل أن يدفنه فغضب السلطان وقال أليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم حمل السلطان جثة الرجل وذهب بها إلى زوجته فما كان منها إلا أن بكت بكاء شديدا فتعجب منها السلطان وقال لها لماذا تبكين وزوجك كان زانيا وشارب للخمر فقالت له إن زوجي كان عابدا زاهدا لله غير أنه لم يرزق بأولاد ومن شدة حبه للذرية وللأولاد كان يشتري الخمر ويأتي به إلى البيت ويصبه في المرحاض ويقول الحمد لله أني خففت عن شباب المسلمين بعض المعاصي وكان يذهب إلى اللواتي يفعلن فاحشة الزنا ويعطيهن أجرهن ليوم كامل على شرط أن يرجعن إلى بيوتهن ويقول الحمد لله أني خففت عنهن وعن شباب المسلمين بعض المعاصي فكنت أقول له إن الناس لهم ظاهر الأعمال وإنك سوف تموت ولن تجد من يغسلك ويدفنك ويصلي عليك فكان يضحك ويقول سوف يصلي علي السلطان سليمان والوزراء والعلماء وجميع المسلمين فبكى السلطان وقال والله إني أنا السلطان سليمان وإنه لصادق والله سوف أغسله وأدفنه بنفسي وأجمع جميع المسلمين للصلاة عليه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم ثم أمر السلطان سليمان القانوني أن يحضر الجيش كله للصلاة عليه وأن يحضر جميع المسلمين وأن يدفن في مقابر الصلاطين العثمانيين وبالفعل حضر الكل فكانت أكبر صلاة جنازة في التاريخ فلا تحكموا على الناس من مظاهرهم واجعلوا بينكم وبين الله عملا صالحا لا يعلمه إلا الله عندما كان السامو صغيرا لب دعوة صديقه شينج لزيارة قريته لأول مرأة وهناك شاهد مجموعة كبيرة من الخنازير تأكل النجاسات والنفايات والجرذان الميتة والجيف المتعفنة فأغمض عينيه وتحمل المشهد وابتعد قليلا وبعد دقائق قليلا شاهد مجموعة أخرى من الخنازير كل غذائهم من البراز الآدمي فصرخ وتقيأ وأصيب بالإغماء وعاد بعد أن أفاق إلى بيتهم متعبا ومنذ هذا اليوم وهو يكره الخنازير كرها شديدا وفي إحد الأيام بعد أن تناول الطعام مع أسرته علم أن ما أكله كان لحم خنزير وفجأة ارتفع درجة حرارة جسمه وصاحبها حالة من القيء والإسهال وتشنج البطن وعندما جاء الطبيب علم أن سبب مرضه هو عدم تقبله لأكل لحم الخنزير وبعد شفاء سامو أوصى الطبيب والديه بعدم أكله لحم الخنزير طوال حياته فامتثل الوالدان لكلام الطبيب مرت الأعوام وبعد سنوات من تخرج سامو من الجامعة اشتاق لصديقه شينغ الذي انتقل مع أسرته إلى إحدى المدن فذهب لزيارته وقد حزن كثيرا عندما علم أن صديقه قد مات منذ عام بسبب إدمانه الخمر حيث أثرت في أيامه الأخيرة على مخه وأعصابه وأصبح يتلعثم في الكلام ولا يستطيع التحكم في مشيته أو قيادته للسيارة وعلم أن شينغ قد مات وهو يقود سيارته مخمورة حيث انقلبت به بعدما شعر بضيق التنفس وراح في غيبوبة حزن سامو كثيرا على صديقه وكره الخمر كما يكره الخنزير تماما وبعد أن ودع أسرة صديقه دخل أحد المطاعم ومن حزنه لم يذكر للعاملين بالمطعم عن الطعام الذي يريده وفوجئ بالعامل يأتي له بلحم خنزير فأصيب بحالة هستيرية وقال للعامل أبعد عني هذا السم القاتل التف رواد المطعم حوله وتأسفوا للعامل وقالوا له يبدو أن هذا الرجل مسلم أحمق يكره الخنزير الذي يحرمه الإسلام أفاق سامو من حالته على سماع كلمتي مسلم وإسلام فهو لم يسمعهما من قبل وطول رحلة عودته وهو يفكر فيهما وعندما وصل مدينته تحدث مع صديق له يعلم الكثير عن الأديان فأخبره بأن دين الإسلام يحرم أكل لحم الخنزير وشرب الخمر وبعدما عاد لبيته أخذ يبحث عبر الإنترنت عن الإسلام حتى علم الكثير عنه وعلم أن هناك إلها خالقا للكون فتأثر كثيرا بالإسلام عندما وجده يصف الله بصفات عظيمة تليق بجلاله أحد ليس له والد ولا ولد وليس كمثله شيء فرد متفرد بالعبودية ومنزه عن النقائص صمد يحتاج كل الخلق إليه ولا يحتاج لأحد فأحب هذا الدين الذي يقدر الله حق قدره بينما كل الأديان تسيء في وصفه جل علاه وعندما بحث في القرآن الكريم عرف أن الإسلام يحرم الخمر وأكل لحم الخنزير وعندما علم أن هذا التحريم كان منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام وأن العلم الحديث أثبت أضرار الخمر ولحم الخنزير فقط منذ سنوات علم أن القرآن أنزله الخالق سبحانه فأعلن إسلامه عن حب وباقتناع تام يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ترجمة نانسي قنقر